السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي وجميع المتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي نحو الهدف بدايةً أتشرف بصحبة حضراتكم طول فترة البرنامج أن احنا نكون مع بعض إن شاء الله أنا الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان يسعدني أن أنا أكون معاكم في فترة البرنامج هنتكلم عن موضوع مهم جداً أولاً بس أحب الأول أنوة الأصدقائنا اللي هم أول مرة يتابعوا البرنامج ده برنامج إسبوعي اسمه نحو الهدف بنتكلم فيه عن موضوع يخص أو بيهم قطاع كبير من الناس مشاكل لها علاقة بالمخ والعصاب أو الطب النفسي أو علاج الإدمان بنقش فيه أضايا مهمة بنحاول نوجد لينك بيننا وبين حضراتكم علشان خاطر نقدر نوصل للمعلومة الطبية الصحيحة بنحاول نجاوب على الأسئلة بتاعتكم اللي انتو بتسألونا فيها في التليفون من خلال البرنامج والناس اللي ما بتقدرش توصل احنا ممكن نتواصل مع بعض على صفحة الفيسبوك صفحة الفيسبوك بتاعتي هي صفحة الدكتور عنوانها الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان وعليها أرقام التليفونات نقدر نتواصل بيها الناس اللي مش هتقدر توصل في الهواء بعد الهواء إن شاء الله تقدر عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تقدر تخش وهتلاقي كل المعلومات بإذن الله فكرة برنامج نحو الهدف بينقش أضايا مهمة جدا كنا بدأنا المرة اللي فاتت نتكلم في بداية السلسلة بتاعة الأطفال والصحة النفسية للأطفال عنوان السلسلة بتاعنا هو عبارة عن طفلك بصحة نفسية سوية حقيقة أنا خصصت مجموعة من الحلقات كده للكلام عن الأطفال لأن الأطفال زي ما قلت لحضراتكم هي النواة اللي انت بتبني عليها الأسرة والأسرة هي النواة بتاعة المجتمع فلو النواة بتاعة الأسرة كويسة الأسرة هتبقى كويسة فالمجتمع هيبقى كويس إذن الشغل على الأطفال أو الكلام على الأطفال دي حاجة مهمة جدا كنا بدأنا نتكلم الحلقة اللي فاتت اللي هي أول حلقة في سلسلة الأطفال كنا بدأنا نتكلم عن السلوكيات السليمة اللي احنا بنربي عليها الأطفال عشان يطلعوا ويجبروا بصحة نفسية سوية كنت اتكلمت أول حاجة المرة اللي فاتت عن أداب الطعام وإزاي احنا بنعلم أولادنا إزاي يعودوا على الأكل ويأكلوا كويس بطريقة مزبوطة ودوات ليه تأثير نفسي طبعا نرجع بقى الحلقة اللي فاتت إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا هي عملية الاستئذان إزاي الطفل يتعلم الاستئذان وليه يتعلم الاستئذان وإيه علاقة ده بالصحة النفسية يعني دايما بنحب نربط تصرفاتنا بالصحة النفسية لإن هي ليه علاقة وثيقة جدا بالصحة النفسية النفس خلق الله ربنا اللي خلق النفس وعشان كده تهزيب النفس ده شيء مهم جدا لإن النفس هي لو صلح تصلح كل البضي أو تصلح كل الجسم لإن النفس البشرية الناس اللي جربت الأمراض النفسية تقدر تفهمني كويس إن النفس البشرية لو تأثرت وبقى فيها إصابة بتأثر على جميع أعضاء الجسم وبتأثر على جميع مناحي الحياة الوظيفة والتعامل مع الآخرين والشغل وكل حاجة ليها علاقة بالنفس فخلوني أبتدي بس بأول نقطة عايزة أتكلم عليها النهاردة هي موضوع الاستئذان طبعا الطفل لازم أول ما يكبر شوية كده يبقى ثلاث سنين ولا حاجة نبتدي نعلمه يستأذن يعني إيه يستأذن؟ يعني مش يستأذن بس لما يجي يخش على حد لما يجي يخش على حضرتك أو على حضرتك الأوضة اللي أنت قاد فيها يستأذن لا هو يستأذن كمان في طلب الأشياء إذن الاستئذان حاجة مهمة جدا جدا لازم نعلمها لأطفالنا ودي حاجة أو نصيحة نفسية مهمة جدا بمعنى دلوقتي حضرتك هتقولي يا دكتور وليد إيه علاقة أن الطفل علي مستئذان بصحته النفسية في المستقبل خليك معايا كده وفكر لو الطفل أنا معلمتهش يستأذن هيبقى عنده قناعة بحاجة إن هو أي مكان بالنسبة له يقدر يخشه بدون يعني بدون استئذان بدون أي وجه حق يقوم يخش كده على الناس كمان استئذان في طلب الأشياء دي حاجة مهمة جدا لأن دي بتعلمه صحة نفسية مهمة جدا اللي هي إن هو ما يبقاش يعني شخصية يقدر ياخد كل حاجة وإن دي تبقى من حقه أو دي من استحقاقاته اللي هو ممكن ياخدها طيب إنت لو إنت معلمتوش الكلام دوت هيبقى يمدي إيده من غير ما يستأذن يخش على الناس من غير ما يستأذن هيبقى عميف هيبقى بيستحل كل حاجة طالما ما فيش استئذان إذن هو هيبقى شخصية عضوانية إذن الصحة النفسية في الحتة دي حتة مهمة جدا إنك تعلم ابنك الاستئذان إن هو مش هيطلع شخصية عضوانية أو إن هو بيعتدي على الآخرين لا هو عنده الكنسبت في دماغه أو الفكرة في دماغه إن هو يستأذن قبل ما يخش على الناس يستأذن قبل ما يطلب الحاجة يستأذن قبل ما يعمل أي أكشن أو أي حدث إذن إنت بتزرع في الطفل ما يبدأ يخليه نفسيا في المستقبل ما يبقاش شخص ضد المجتمع إن هو يبقى مجرم يخش على مكانا غير ما يستأذن ياخد الحاجة يسطو على الأشياء كله كلام مهم جدا طيب أنا دايما بحب الحقيقة أستند إلى العلم القرآني أو تعليم الدين في الحتة الطربوية النفسية حقيقة لما نيجي ندور في الدين هنلاقي إن الطب النفسي يعني يتحس إن هو طالع من الكتاب دا أو طالع من التعاليم دي حاجة يعني سبحان الله حاجة غريبة جدا يعني مثلا نشوف مثلا كده في سورة الأحزاب ربنا سبحان تعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم خلوا بالكم من مضوع الاستئذان طب هو ليه ربنا قال كده لأن دي صحة نفسية مهمة جدا جدا للأطفال اللي هما هيبقوا شباب بعد شوية هيبقوا رجال بعد شوية إذن أنت لما تعلمهم الاستئذان أهو في القرآن ربنا قال كده من 1400 سنة فده يخليه مش إيه الهدف بقى؟ إن هو يبقى عنده صحة نفسية سوية لما يكبر شوية ما يبقاش شخصية عدوانية أو بيهجم على الناس أو بيخش بدون استئذان أو 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 برضو من الحاجات المهمة في آية من القرآن استوقفتني برضو وأنا أعمل أقرأ في موضوع الاستئذان للأطفال والصحة النفسية لقيت آية جميلة جدا في صورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم سلاس مرات يعني الاستئذان ده حاجة مهمة جدا وربنا تفسر بعد كده بقى في وقت الظهيرة في وقت العشاء ووقت مش عارب يعني أقصد أقوله هو قسمها بعد شوية إذن موضوع الاستئذان ده هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كده في كتابه العزيز علشان خطر الاستئذان ده مهم جدا لصحة نفسية سوية في المستقبل يعني الكلام مش مجرد إن هي أوامر وخلاص أو تحكمات وخلاص خالص لما تيجي تقرأ في كتاب الصحة النفسية للأطفال في باب الاستئذان هتيجي تلاقي كل الكلام اللي في الكتاب في الكرآن متفسر هنا هو يعني صحة نفسية سوية هتيجي ليه إلا لو أنت سمعت القواعد دي وقدرت توصل لطفلك أو لبنتك أو لابنك القواعد السليمة اللي هو يقدر يمشي عليها فيبقى في المستقبل شخص سوي عشان كده احنا عنوان الحلقات بتاعتنا أو سلسلة الأطفال بتاعتنا طفلك بصحة نفسية سوية عشان الطفل يبقى بصحة نفسية خلوا بالكم من حاجة مهمة هو الولد أو البنت لما يكبر شوية ويبقى بصحة نفسية سوية ده هيعود على حضرتك أو على حضرتك كمربي كأب أو أم طبعا ابنك لما يبقى صحته النفسية كويسة وسليم نفسيا تصرفاته هتبقى كويسة ردود أفعاله هتبقى كويسة تعامل مع أخواته هتبقى كويس مع أصحابه هتبقى كويس التعامل مع حضرتك ومع حضرتك هيبقى كويس مع أريبه هيبقى كويس مع المحيطين هيبقى كويس وده نفسيا يعنعكس على حضرتك أو على حضرتك انك هتمقي سعيدة جدا ان ابنك أو بنتك يتمتع بصحة نفسية سوية بصوا حواليكو وشوفوا الناس اللي بيشتكوا من أبنائهم ان الولد يعني سوري ايده طويلة شوية بياخد بيسرق أو بيعتدي على حقوق الآخرين لما تيجي تفكر كده هتلاقي المبدأ واضح جدا في دماغ الاستئذان انت علمته ولا معلمتوش هو ده مربط الفرص عشان كده احنا بنهتم جدا في الطب النفسي بتعليم الأطفال قواعد وإحنا الحقيقة يعني بيجينا في العيادة أو بيجيلي يعني في العيادة كتير من الأطفال عندهم مشكلة في الحتة دي ان هو دايما عايز ياخد الحاجة وبعدين تاخد بالك بقى من حاجة كمان ان الولد لو انت مدتوش الحاجة وطوعته تلاقيه دعاية بقى ويخبط في الأرض ويتمرمت كده في الأرض وحاجات كده غريبة بتحصل فاحنا بنعلم الأب وبنعلم الأم ازاي يتعامل مع الطفل في اللحظة دي لأننا لو تسبت له الأمور مفتوحة ان هو اللي عايزه هياخده ولو مش بتاعه مش مهم لو ما استأذنش مش مهم ده سنة سنة لما يكبر هيبقى شخص عدواني هيبقى عايز كل حاجة حتى لو مش بتاعته وده هيخلي انتقادات المحيطين به عالية جدا 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 وهيبقى مزموم من كل المحيطين ودوت هيخليه نفسيا يصاب بأمراض أخرى غير ان هو بقى عدواني هيصاب بأمراض أخرى مثل مثلا الإصابة بالاكتئاب أو الإصابة بالتوتر والألة أعراض توتر والألة حاجات كتير قوي الحقيقة بيصاب بيها عشان كده أنا دايما بقول لكم ان الطفل في المرحلة الأولى من عمره أول ما يبقى ثلاث سنين كده يبتدي يعني يقف على رجله ويتحرك كده ويبتدي يفهم المحيط اللي حواليه شوية نبتدي بقى نعلمه سنة سنة الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أداب الطعام وازاي نعلمه يأكل يمسك المعلاقة ويقعد على الترابيزة ويأكل ازاي وكلام من ده النهاردة احنا بنعلمه مبدأ تاني مبدأ الاستئذان لان دي حاجة بالنسبة له هتبقى مهمة جدا غير ان هو ما يبقى الشخص عدواني او بيستو على اللي حواليه او ياخد الحاجات اللي هي مش بتاعته بدون وجهة او ان هو يخش يقتحم مكان مش مكانه بدون استئذان دوت غير ان هو يخليه شخص عدواني هيخليه محط انتقاد من الاخرين من الناس المحيطين ودوت هيخلي يا جماعة يصاب بامراض زي امراض الاكتئاب زي ما قلنا او التوتر او كذا ودوت من الحاجات المهمة جدا اللي بتصيب الشباب بقى بعد اما كانوا اطفال كبروا بقى فبدأت الانتقادات تواجه ليهم يعني هو طفل طفل ما حدش برضو ايه يعني لا على الاطفال حرك زي ما بيقولوا ولكن بعد اما يكبر شوية هيبقى محطة الانظار ده الولد ده وهو شاب بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا كل الانتقادات دي هتسيب في نفسه اثار سيئة كتير تخليه فيخش في سكة الامراض النفسية فعشان كده من هذا المنبر الاعلامي ومن خلال البرنامج بتاعنا اللي احنا دايما بنقول يا جماعة خلوا بالكو الاطفال حاجة مهمة جدا في حياتنا ومش شيء مهمل كتير قوي من الناس ومن الاسر يجيلي في العادة يقول لي اصلي يا دكتور الولد بيحاول يتدخل في الحاجة وده هو لسه صغير ومش عارف ايه انت بتهمله ليه ده فرض مهم جدا انت او انت هتعتمدي عليه هتعتمد عليه بعد شوية لما يبقى شاب فانت لازم تشركه في الحاجة وتزرع جواه الاسس والمبادئ النفسية السوية اللي هي تخليه بعد شوية حد يعتمد عليه وحد يكون نفسيا سوي فما يطلعش منه ردود افعال مش مزبوطة فتبتدي انت تبقى مش مئز منه ومن افعاله فيبتدي هو يبقى مش عايز يحتك بالناس لان الناس بتنتقده كل شوية فيميل الى العزلة وحاجات كتير قوي بيعملها تمشي في سكة الاكتئاب شوية او كده فانت لازم تبقى فاهم من الاول ان المشكلة عند حضرتك ان انت متعلمتش كويس ازاي تسمع الطبيب النفسي والمدرب بتاع الاطفال يعني احنا بنشتغل معنا يعني معنا طيب معنا تليفون معنا تليفون فضل ابو حمزة ازايك يا ابو حمزة صديق البرنامج ابو حمزة غبت عننا الحلقتين اللي فاتوا يا ابو حمزة ما حداك يا دكتور بايتيجي متأخر شويتين انا بايجي متأخر فانت بتنام بدري ماشي يا ابو حمزة اتفضل يا ابو حمزة اتفضل اه كان عادي استفصال يا دكتور هما سؤالين بالسؤال واحد سؤالين انت بتعاوض الحلقات اللي فاتت يا ابو حمزة ايو طبعا طيب اتفضل يا ابو حمزة دلوقتي يا دكتور دلوقتي يا دكتور انا المفروض ان انا اقول للطفل اقول للطفل اللي اضربك اضربه واللي اضربك قوله ربنا يا سامحك ده السؤال المهم سؤال التاني طب يا ابو حمزة السؤال التاني هل دلوقتي يا دكتور فيه مبادئ مبادئ ان انا اعرف انمي شخصيته يعني التفل اللي قاعد احنا عاديين في قاعدة بنتكلم هل انا ادخله معايا فين حوار ولا المفروض ان انا اجنبه بعيد عن كلامه الكبار تمام اوكي شكرا يا ابو حمزة انا هجاوب عليك دلوقتي طبعا سؤالين يعني مهمين جدا حقيقة يعني انا بحييك يا ابو حمزة طبعا على المداخلة وحييك على الاسئلة دايما انت بتنتقلنا اسئلة في الصميم يعني اسئلة مهمة جدا يعني بص اللي اضربك اضربه اولا تعليم الدين بتاعنا مش كده يعني مش العنف ولكن لو حد اعتدى عليك امشي في الطريق الصحيح اللي هو روح للمسئول المسئول والله هتقوله ان حصل كذا 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 والولد تم الاعتداء عليه من فلان او من فلان او من كذا فاحنا دلوقتي يعني عايزين القصص لكن لو انا علمت الطفل اللي اضربك اضربه وبقنا في الغابة اي حد هعتدي عليك هتعتدي عليه وممكن الاعتداء يعني يبقى اوفر بقى اكتر من اللي هو اعتدى عليك بيه فهنخش بقى في قصص وهنعلم الاطفال العنف احنا ما منعلمش اطفالنا العنف خالص لا في الطب النفسي ولا في التعليم الديني على فكرة الطب النفسي والتعليم الديني اللي اتنين ميكس دخلين في بعض يعني الطب النفسي بيبقى طالع من الكتاب والسنة يعني ما بنبعدش بعيد عنهم فاصدق اقول ان اللي اضربك اضربه لا هو من تعليم التعليم النفسية المزبوطة ولا هو الحقيقة من التعليم الديني علشان كده احنا مش مبدأنا اللي اضربك اضربه لا خالص ولكن نسلك المسلك الطبيعي زي مثلا حد مثلا سرق حضرتك فانت بتتوجه ليه اسم الشرطة وبتحقق له وبتعمل فيه محضر وكده وهم بقى رجال الشرطة هم بيبتدوا يتحركوا فيه بطريقتهم يعني ان هم يوصلوا للحد دوت ويبتدوا يتعاملوا معاه لكن لو انا عرفت اللي سرقني وروحت مثلا موته يبقى احنا كده بقينا قاعدين في الغابة لذلك الطفل لازم يتعلم المسلك المصبوط اعتدى عليك حد بامشي في السكة المصبوطة اروح لفلان فلان ده المسؤول اقول له والله الامر كذا 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 وده بنعلم الناس وبنعلم الاسر الكلام دوت احنا بنعمل طبعا تنمية مهارات وتعديل سلوك للأسرة كلها مش للطفل بس لان في بعض الامهات وبعض الاباء للأسف هم ما بيبقوش محتكين او يعني بحطة تنمية المهارات وتعديل السلوك اللي احنا بنشتغل فيها فبيبقى مش فهم او يعمل ايه فبيجي لنا فبنقول له والله الموقف الفلاني تعمل فيه كذا وتعمل فيه كذا وتعمل فيه كذا فبيبتدي يفهم ازاي يتعامل فانا طبعا احييك على السؤال الاولان يا ابو حمزة ده سؤال مهم جدا السؤال التاني طب هنجوه بعد السيدة ام مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فنون اه ما عليش ممكن اه 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 اتسأل حضرتك بس انا عندي اه اه ثلاث سنين هو اول حاجة لي وحاليا انا حامل فهو مصطفى طول الوقت اه عنده كلمة لأ اكتر حاجة بيقولها لأ على الاكل لأ على سمعان الكلام لأ على على اي حاجة لو حد بينادي عليها عشان اه عشان اي حاجة انا عايزة سلم عليك عايزة تطب عليك اه اي حاجة اي اه لو جدته بتنادي عليها ولا بابا ولا ممتو لا هل انتو بتعملو بعنف يا فندم اه ممكن اكون انا عشان داعلي شوية مش شوية يمكن جانب شويتين تلات شويتين تلات بس يا فندم هو ده مربط الفرس حضرتك طب شكرا يا فندم عنا مداخرة حريك انا هرد على حريك ان شاء الله طبعا فكرة ان الطفل يرفض حاجة بص الطفل ده على الفطرة ما عافش عاجة خالص كونه ان هو يرفض حاجة تقوم تفهم ان فيه علامة استفهام هو فيه ايه هو ليه بيرفض ده طبعا المعاملة القاسية من الام او من الاب او من اي حد بيخلي دايما الطفل بيزهده بيبيد عنه فانا نصحت لك يا ام مصطفى انك دايما تعامل الولد بالراحة شوية وتصبري عليه هو الجنة تحت اقدام الامهات ليه علشان الام هي دايما اللي بتبقى شايل للطفل يعني هي اللي بترعاه يعني انا سمعت مرة مقولة للشيخ الشعراوي جميلة رائعة من احسن يعني ما سمعت كان يقولك ان الجنة تحت اقدام الامهات الام دي ربنا يعني هيجزيها جامد قوي على الاطفال لسبب سمعت الكومنت بتاعه حاجة روعة قالك ايه قالك ان هم يكونوا قاعدين على الترابيزة او على الطابلية بيأكلوا وتلاقي الام بتأكل الولد بيد او سوري بتاكل بيد بتاكل بيد وتلاقيها مسكة منها بتشطفوا باليد التانية هو يا قصدو يعني يقرب المثال ان هو ان الام دي يعني حاجة جميلة قوي تقدر تعمل حاجتين عكس بعض حاجة اسمها الاكل وحاجة اسمها التشطيف اللي هم الانتين حاجتين عكس بعض في نفس الوقت عشان كده الجنة تحت اقدام الامات عشان كده يا ام مصطفى انا رأيي لحضرتك وللامهات اللي هم بيعنفوا الاطفال جامد ان هم بس يعني ايه اعنف مرة وعشرة لا عشان برضو الطفل يبقى فاهم ان فيه يعني حدا ممكن يزعق لو فيه حاجة مش مصبوط ولكن بالرفق وباللين بالراحة واحدة واحدة اخد الطفل كده واعلمه سنة سنة ان هو ما يخافش مني او ما يبعدش عني تمام؟ يعني هي دي قصة التعنيف الاطفال معانا تليفون تاني ام محمد سلام عليكم دكتور ام محمد اتفضلي افنم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك دكتور انا عندي شاب عنده 22 سنة وعلى طول بي يعني على طول بي بيظهر بره وما كماشي تعليمه شاب عنده كم يا فندم؟ عنده كم سنة؟ عنده 23 سنة 22 سنة يعني ده خرج بره مرحلة الطفولة تمام؟ اوكي ماله بقى؟ على طول بيظهر بره وما نعرفش وبيقف ويعرفش عنه حاجة وقاش حياته كده يعني اللي يتعب يتعب يعني ما كاننا مخصوش ده نعم هو بيشغل فجاير بس انا بس هو معرفش بان انا معرفش هو 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 واضح انه هو بعيد عنكو خالص ده ليه تفسير هو حضرتك هو بيلعب بابجي على طول بيلعب لعبة بابجي ده تفسير اخر ده تفسير اخر فكرة انه هو بيلعب بابجي ده اللعبة المنيلة دي اللي هي بوازة معظم الاطفال وخليتهم يخشوا في مشاكل ويعني مصايب بسبب بابجي طبعا جاي دور يعني النهار ده احنا منتكلم عن الاستئذان المرة اللي جاية او اللي بعدها ان شاء الله في السلسلة بتاعتنا جاي دور الالعاب الالكترونية والبابجي والحاجات دي لكن اصدى اقول من زمانه هو صغير حضرتك كنت بيدخليه في شؤون البيت والتعامل جوا البيت اه طبعا كل حقا كان شايفها قدام لا مش شايفها يا فندم انا اصدى اقول حضرتك كنت بتحملي عليه المسئولية او جزء يعني من المسئولية بتاعة البيت وبتشركيه في الامر طيب شكرا شكرا ليك يا ام محمد هو طبعا فكرة طيب معنا تليفون تاني محمد فضل حلو فضل يا فندم حلو سلام عليك يا فندم اهلان وسهلا حضرتك انا عندي ولد عنده 18 سنة والبيت المدقصية بقى له 18 سنين من هو عنده 18 سنين يعني هو عنده 18 سنة بالوقتي تمام يا فندم هو والبيت المدقصية من 10 سنين يعني وهو كان عنده 8 سنين بالزبط اي تمام فحضرتك بالوقتي هو بدأ بقاله سنة وشوية ايد متتمد على جيري يعني من وراها وكده وحاجات ذا كده ومش قادر اصلا ان انا امنعه اعملت معاه كل الوسائل وكل الطرق ما امكامش بيمدي ايده يا فندم يعني بياخد الحاجات بياخد الحاجات اللي هي مش بتاعك صح بياخد فلوس حضرتك بياخد فلوس اوكي اوكي هي ده هو ده هو ده في صميم في صميم الحلقة بتاعتنا النهاردة سؤال حضرتك جوه الحلقة بالضبط فكرة الاستئذان هل انتو علمتوه هو صغير ان هو قبل ما ياخد الحاجة يستئذن قبل ما يخش على الناس يستئذن هو حضرتك يعني هو تغير كان بربو فيه مشكلة جديرة شوية ان هي كثير ديته دايما باستمرار بتتلقى من المستشفى المستشفى فكان يعني باستمرار فترة عند تيتا وفترة عند خالف وفترة عند بيسعار امتي وفترة عند كده يعني مش ما فيش حد قاد مخصوص اوكي هي كده واضحة يا فندم فكرة المربي هو للأسف يعني يقسفني انها بقول لحرك كده طبعا هو افتقد دور الأوفرهيد بتاعه او الراعي بتاعه او المربي بتاعه اللي كان المفروض يزرع فيه منه هو صغير الاستئذان وعشان كده وصل للمرحلة دي وده في صميم الكلام اللي انا بقول حرك رجعت الحلقة من الاول هتلاقيني كنت بقول ان انا لو ربيت في الطفل موضوع الاستئذان وفكرة الاستئذان كان ما وصلش لمرحلة مدي الايد او يبقى شخص عضواني ولكن كان لنا نتدرك الامر اقرب مركز لحضرتك بيعالج بيعمل تنمية مهارات وتعديل سلوك ممكن حرك تروح هناك ولو فيه حد متخصص يقدر ان شاء الله يعمله جلسات تعديل سلوك عشان خاطر نشيل منه الافكار السلبية دي ونحط فيه افكار ايجابية ان شاء الله تجيب معا نتيجة بإذن الله معا نهبة استاذ هبة اهلا وسهلا يا فاند كذلك انا بنت عندك 8 سنين تمام البنت بدأ يظهر عليها ان هي انا بنتي كان لسه نخلصها بيدي وعنده سنة ونوص والبنت بدأ يظهر عليها بدأ تختل ايجاها كتير وكل شوية عايز تختل ايجاها خايتها من البيت بقى عدومي هيبقى حاكسي سؤال بقى سؤال 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 مين في العيلة عندكو عنده الاحكاة دي مفيش هو ببقى بس بيحب حاجة نظيفة بس لما مش حاجة زيادة بصي بصي الاب الام الخال الخالة العم العم ولاد العم ولاد الخالة في حد لو دورتي الجد الجدة لو دورتي هتلاقي حد عنده حتة الوسوسة دي مش شرط في النظافة اه ايه ايه فاندم انا اصدقل اصدقل في العائلة او في الاسرة لو جيت تدوري نعم طب يعني اه Separate يعني فتطة نظافة طبيعية بالأسرة أو بالعائلة أوكي مفيش مشكلة هي بنعمل لها تعديل سلوك مفيش أي مشكلة خالص وابنك ديها مش بداية بالسؤال القهري مثلا أو حاجة زي كده بداية بالسؤال القهري يا فهن أو مثلا من أخوها بديد دوت إنا بيرانة أو أي حاجة لا هي عندها كم سنة؟ عندها 8 سنين وأخوها عام سنة ونصف طب الموضوع ده بدأ من إمتى؟ بقاله تقريبا شهرين شهرين وشوية بس أنا بدأت بقى أن أنا أضع لها وما يفعش ياردينها تسكين نفس الشيء من الضغطية لكتير وكده غلط وقدينها تبوز تعليل حط كم وربط وقدينها تبوز بقيتها أحب تستيع الموضوع ده هي جيت شوية بس بلق برضو يحصل موضوع داني وابنك ديها ما فيش مشاكل تلبيت يعني باباهم أنا واباهم متفاهمين جدا ما فيش مشاكل إحنا كويسين جدا معاها وهي كويسة معانا جدا ما فيش مشكلة خالص يا فاندم هو علاج البداية الوسواس ده بتاخد دواء خفيف خالص وبنعمل لها تعديل سلوك ما فيش أي مشكلة خالص لو في أقرب مركز بيشتغل في الحتة دي جنب حضرتك أوكي ما فيش تقدر يتقدي رقمنا من الكنترول ونتواصل ما فيش أي مشكلة وإحنا تحت أمرك في خدمتك يعني ما فيش مشكلة كان فيه سؤال بقى سألوا مين أبو حمزة تمام مبادئ دخول الطفل في الحوار أوكي أوكي تمام أوكي أوكي تمام زميلنا في الكنترول ما شاء الله متابعين يعني جيدين للأسئلة ومتابعين معانا كويس ربنا يكرمكم يا رب فكرة دخول الطفل في الحوار بص يا أبو حمزة هو الطفل لما ييجي أنت مثلا بتتكلم أنت والدته مثلا في موضوع أو أنت وحقدي أي حد من الناس يعني لو الطفل دخل في الحوار الحوار دوت لو هو ناس بقى كبار كلام كبار زي ما احنا بنقوله بتاعه كده احنا ما ينفعش ننهر الطفل لازم تركز يا أبو حمزة في الحتة دي ما ينفعش ننهر الطفل أو نزعق له احنا نازل ناخد الولد كده بالراحة بهدوء نقوله حبيبي الموضوع ده أنا هتكلم فيه معاك بعدين بس ما ينفعش قدام الناس لأن ده فيه حاجات كده عايزة بقى فاهمها لك مثلا وبعد ما نخلص كلام خلص هيكون أصلا الطفل نسي لأنه راح يلعب بالكورة راح يلعب مع أخته راح يعمل كذا هيبقى نسي أصلا الموضوع لكن فكرة إن أنا أكتم أكتم الطفل يعني احنا دايما بنقول عليه زي ما نقول كده إيه إن احنا بنقف الولد أو بنقفله يعني ما ينفعش لأن دوت بيأثر على شخصيته وعلى صحته النفسية جدا دايما حيبقى لما ييجي يعبر عن رأيه في موقف المفروض يتكلم فيه هتلاقيه هو نفسه بقى آيزوليتد وبدأ يبعد فده هيعمل نوع من أنواع الخوف شوية عنده الولد يبقى بيخاف سنة أنه هو يبدي رأيه لأحسن حد يتريع عليه أو حد يوجه له لوم أو كده ففكرة التدخل في الكلام مع الكبار معظم الناس بتعمل الخطأ ده تقعد تزعق للولد ومتتكلمش ده كلام كبار ما لكش تدعه وروح يلعب مع أختك روح مش عارف إيه كلام ده كله كلام بيسيب آثار نفسية طبعا إحنا عشان مش يعني الناس عشان بتبقاش متخصصة قوي فبتبقاش فهمة الآثار النفسية بتاعت الحكاية دي لكن الحقيقة هو ده سؤال مهم جدا لأن دوت بيأصل على نفسية الطفل جدا 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 وبيخليه هو فكرة بداء الرأي أو أن هو يشارك الآخرين عنده دي بتقل شوية لذلك الأطفال اللي من النوع ده اللي بتعرضوا يعني للنقد دوت أو لفكرة إن ده كلام كبار وما تكلموش بعد ما يكبر شوية هتلاقي عنده نوع من أنواع الفوبيا أو نوع من أنواع الخوف أنه هو يخاف يشترك مع ناس لحسن حد يصده يوجه له لوم فنقول عليه سوشيالفوبيا أو الفوبيا الاجتماعية أنه عنده فوبيا ما يقدرش يقف مثلا مثلا ما يقدرش يقف قدام ثلاثة أربعة ويقول لهم مثلا أنا عملت كذا أو عندي كذا فهيعمل نوع من أنواع الانطوائية جوه الشخص وهيخليه شخص انطوائي طبعا وهيخليه هو ما عندوش السيلف كونفيدنس أو الثقة بالنفس إنه هو طب هتقول لي يا دكتور ولي طب وإيه يعني لو مع المجتمع بقى انطوائي عادي خلي بالك ده هيبقى أب يعني مسؤول عن منظومة تخيل لو واحد عنده فوبيا مسؤول عن منظومة تخيل المنظومة دي هيبقى شكلها إيه بازت خلاص وهيبقى السبب حضرتك أو حضرتك لو نهرت الطفل وخليته ما يشتركش فيه الاكتيفيتز أو النشاطات الاجتماعية اللي المفروض يشترك فيه إذن إذن إحنا عندنا قاعدة اشرك الطفل حتى السيدة اللي كان بتتصل من شوية اللي كان بتقول إن الولد بقى بعيد عننا وكذا شور شور الولد ده ما كانش بيشترك بالشكل المظبوط في المنظومة بتاعة الأسر معنا تليفون أستاذ رمضان اتفضل يا أستاذ رمضان أنا سامح حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فنة أهلا يا أستاذ رمضان أهلا وسهلا معي يا ابني عبد الرحمن عنده عشر سنين تمام ربنا يخلي يا رب الله يبقى تشي يا دب فكان بيلعب الأول يعني من قبل الكورونا كان بيلعب ومشتركه في نادي فبيروح وييجي فكان يعني الحالة كويسة مساء ما ظهرت بابجي وفري فاير لعبة بابجي برضو اه اعتماده كله على اللعبة ببقيت اني يعني النهاردة استحبت منه التليفون أخذ اللون كله نايد ما بداش يجوم أوكي مش لقيله حل الصراحة فهو بيزع لشان اصحابه معاهم طبعا فبيلعبوا وهو جايل واحدين وغيرت نكون فاطريتنا الدول ثاني أوكي فانو مش عارفين مش لقيله حل فيها اللعبة البابجي دي ولا بس يا فانتم هو فكرة ان احنا نسيب الاطفال ان هما يلعبوا بالالعاب الخطرة دي دا مش صح لان دا بيخلق نوع من انواع العدوانية جوا الطفل وكمان مش عدوانية بس دا بيخلق ان الطفل يبقى هو في دماغ وعايز يقلد اللي هو شايفو دا فبيعمل زيه فبالتالي بيبتدي يقزي نفسه هو كمان ففكرة ان احنا نبقى معتمدين على او نسيب الطفل ان هو يلعبوا كده لا لكن احنا ممكن نجيب كل الاثار الجانبية والمشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة لعب الالعاب دي ونقعد نفهمه ونديسكاس معان موضوع سنة سنة بالراحة ونحاول نوصله مرة واثنين وثلاثة وما نزهقش لان الطفل بيبقى عنده في دماغه حاجة واحدة ان انا عايز العب لو انت سبته يلعب بالتليفون عشر ساعات وقلت له خلاص كفاية لعب يقولك ان لسه ما لعبتش ان لسه ما استمتعتش هو عنده في دماغه اللعب طفل دماغه فاضية هو ما عندهش حاجة يفكر فيها فبيفكر في اللعب فانت لازم توصله الاثار الجانبية بتاعة اللعب بهذه اللعبة او غيرها زائد استعماله التليفون والاشارات الكهربية اللي بتطلع من التليفون او الكمبيوتر او واتفر لازم برضو حركة تعمل عنها سيرش وتعرف ايه هي الاثار الجانبية وان شاء الله انا بنعمل لها حلقة بإذن الله ويتوصلوا للحتة دي يعني انت تفاهمها له مرة واثنين وثلاثة وما تزهقش اطفال محتاجة ريبتشن محتاجة كتير عشان كده احنا دايما في تعديل السلوك للاطفال احنا دايما بنعمل لهم جلسات كتير شوية عشان الطفل يجيب نتيجة فده مهم ان احنا نفهم عيوب المنظومة لان صحابه في السن ده بيبقوا بيلعبهم كمان وبيقولوله ان احنا وصلنا ليه مش عارف ليفل كام ولا حاجة كده فطبعا ده بيخليه يعني يبقى متحمس جدا ان هو يبقى زيهم ويوصل للليفل بتاعهم وهم مش فاهمين العيوب او ملقوش حد كبير يفاهمهم الاب مشغول والام مشغولة وهم كمان بيلعبوا بابجي فهم يعني معهم في المنظومة ما شاء الله ففيه ناس كده اه فيه ناس كده فاحنا بنحاول نشتغل على القطاع دوت ان احنا نحاول نفاهمهم ونقولهم يا جماعة فهموا الناس اللي حواليك فانا اصدقوا ان انت حضرتك لازم تكون اورينتد الاول وفاهم عيوب ومشاكل التعرض للالعاب الالكترونية فترات طويلة وخصوصا بابجي وخلافه من العلعاب اللي هي فيها عنفة او كده علشان تقدر توفر تقدر توصل للطفل ايه المشاكل او ايه العيوب اللي هي هتحصل له لو قاعد فترات طويلة على ده لان هو بيبقى في دماغه حاجة واحدة بيبقى في دماغه ان بابا عايز ياخد منه التليفون عشان هو اللي جايبه مثلا او بابا عايز ياخد منه التليفون عشان ملعبش بيه كتير هو الافق عنده كده هو الطفل كده ما عندوش سعة في الافق عنده ضيق في الافق هو ربنا خلقه كده في المرحلة دي الافق بتاعه ما بيقاش واسع فهو مش هيشوف ابعد من ان انت عايز تاخد منه التليفون بس او ان انت عايزه يعود على الكتاب يزاكر فانت عايز تاخد زاكر ليه؟ هو ما بقاش فاهم ان المذاكرة دي هتوصله لمستوى معين لحاجة معين لما يجبر يبقى في وظيفة معين او ما يستوعبش الكلام ده معانا تليفون ام فريد اهلا وسهلا يا ام فريد زي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا يا فنم زي حضرتك انا وسهلا انا كنت بعد الصفحة من حضرتك عن حاجة انا مش والدة بقالي شهرين وعندي بنوتة بقالها ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص وحدك لسه والدة التاني من شهرين اه بنوتة برضو بس حضرتك البنوتة الكبيرة اللي هي فريدة اه يعني عندها مشكلة اللي هو حضرتك ايه اي حد تشوفه لابس حاجة معاه حاجة يا مامي انا عايزة زي ده انا عايزة قلبس مثلا من قسان زي فلانة انا عايزة يعني اي حاجة بتشوفها بتغير منها مهم مع حضرتك يا فندم اه فيعني يا حبيبتي طيب ما يمتعش اي حاجة نشوفها نبقى عايزينها لا يا مامي انا عايزة كده يعني حضرتك فيعني يا ريف لو حضرتك جيني وصفة دي حاجة تاني حاجة مثلا فيها بسم الله ما شاء الله نبيها جدا وعندها حز و اسمها ايه يا فندم طفل اسمها ايه فريدة فريدة اه فريدة ده اسم جميل انا بحبه لانده اسم الولدة واسم بنت اخوية كمان ربنا يخليك ربنا يكرمك الله يخليك بس مثلا يعني ايه مثلا لو انا وباباها فيه ما بيننا 13 او كده بتجيلي تقولي ايه يا ماما هو بابا حلو ولا وحش يعني اي حد مثلا اه لقيتني انا مثلا انا مثلا اه كلمت او حسك ان انا مثلا الشخص ده يعني فيه حاجة بيننا تيجيني تقولي يا ماما مثلا الشخص ده حلو ولا وحش طبقنا هنكلمه ولا لا هي دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة مش عارف انا مش عارف انا مش عارف تانيها حاجة حلوة بس انا مش عارفة اه فكرة اللي هو ايه اه انا بقى مسيطرة على فكيرها انا عارفة اتعرف هي الشخص ده بنفسها مثلا الشخص ده حلو يا فندم يا فندم هي البنت عدها ديه 3 سنين ونص 3 سنين ونص هي يا فندم اللي تقدر تقيم شخصية حلوة ولا وحشة قدامها يا فندم بصي بصي بص يا فندم 3 سنين ونص دي يعني هي يعني لسه سايبة الببرونة بقالها مسلا من سنة ولا يعني فهمها قصدي قصد اقولي يعني ان الموضوع بيبقى محتاج سن معين الشخصية بتبتدي يا فندم تتكون من 6 سنين ل16 سنة 3 سنين ونص دي عايزها تحكم على شخص واكويس ولا وحش مستحيل فالفكرة كلها ان احنا عايزين نعلمها انها تسألني زي ما هي بتعمل دي حاجة ممتازة جدا كون انها بتتفاعل معاك وبتيجي تسألك دي حاجة في منتهى الروعة التفاعل ده شيء جميل ساعتها ناخد بقى دماغها وبتدي ايه اوجهها او لا طب انت ايه رائيك مثلا انت شفت منه ايه حلو هتقولي كذا وكذا وكذا شفت ايه وحش كذا وكذا فانا بتتدي انا علمها ايه الحلو و ايه الوحش يا فندم فدي ان انا ازرع فيها فكرة الانتقاء الاختيار من وهي صغيرة كده ده شيء ممتاز جدا وكونها انها بتسأل حضرتك ده شيء رائع بدل ما تروح تسأل حد تاني لان حضرتك بتحب بنتك حب بدون هدف فده شيء ممتاز في المرحلة دي ان احنا نبتدي ننقي الحلو والوحش ونوريها ونخليها تفكر شوي ممكن تكون يعني هي مش هتقدر توصل لحاجة في الاول لكن بالريبيتشن ان شاء الله توصل يعني توصل للمعلومة الصحة وسنة بسنة هتتعلم دي نقطة نقطة التانية حرك سألتيني على موضوع التقليد ان هي شافت فلان بيعمل حاجة فعايزين نعمل زيه صح كده ده السؤال الاولين طبعا فكرة ان هي تقلت حد او انا عايزة كذا في المرحلة دي شيء طبيعي جدا هي لسه بتكتشف العالم الخارجي بانها شايفة حد لابس حاجة غريبة فانا عايزة لبس كذا يا ماما واحد بيأكل كذا يا ماما انا عايزة اكل ده واحد راحل حتة الفلانية يا ماما انا عايزة اروح ده دور حضرتك هنا انك تبين لها ايه المشكلة في الحاجة اللي هي شافتها لان هي ما تقدرش بعقلها في سن 3 سنة ونص what is behind ما تقدرش تعرف ما وراء الاحداث لسه عقلها ما يستوعبش ده فانت دايما تشرح لها side effects او الاثار الجانبية او المشاكل اللي الحاجة دي عند الشخص ده ممكن تحصله لو عمل كذا فهي تبتدي تعمل ايه تتراجع سنة بسنة دايما نوري الاطفال positive and negative positive and negative هي شايفة positive هي شايفة حاجة مضيئة حاجة جميلة فستان جميل يعني فهمة قصدي فكرة انها شايفة الجانب المضيئ من الموضوع هي ما تقدرش بعقلها تشوف what is behind ما تقدرش تعرف ايه اللي وراء الاحداث فده هي بقى دور حضرتك انك دايما توريها عيوب الوصفة زي ما حريك بتقولي انا عايزة وصفة الوصفة انك توريها المشاكل negative اللي هي مش قادرة تشوف حضرتك شايفة كويس جدا فريدة سغنطوطة ما تعرفش حاجة هي عايزة تروح تلعب بالمرجيحة هي شايفة ان المرجيحة دي يعني حاجة روعة لكن ما تعرفش انها لو وقت من المرجيحة ممكن يحصل ايه فانا ابتدأ اشرح لها ان هي لو روحتي مثلا ركبت المرجيحة دي هيحصل لي كذا وكذا وكذا ممكن لو هي عنيدة شوية اخليها تجرب ونواقب جنبها هي هتحس بشوية دخل لان طبعا شيء طبيعي انها لما تركب المرجيحة هتضخ شوية ده شفتي ده اللي انا قلتلك عليه او ده اللي انا حاول افاهمه لي بعد شوية بالكونديشنينج او بالربتشن بالتدريب هي هتبقى فاهمة ان الكلام اللي انت بتقوليه كلام مظبوط لان هي جربت قبل كده وعرفت الاثار الجانبية او المشاكل اللي ممكن بتحصل لو انا اتعاملت مع كذا او جبت كذا او قلت كذا زي فلان ما بيعمل او فلانا بتعمل او كذا فانا حقيقي طبعا على السؤال سؤال مهم جدا حقيقة هو موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة افكركم به تاني احنا كنا بتتكلم عن موضوع الاستئذان وازاي نعلم ولادنا او ليه نعلم ولادنا موضوع الاستئذان لان ده هيخلي الطفل بعد شوية لما يكبر يستأذن قبل ما يطلب حاجة من حد او يستأذن قبل ما يخش على حد وده بيربي جوه الطفل شخصية اللي هي مش عدوانية يعني ان هو ما يعتديش على الاخر ما يستوش على الاخر ما يمدش ايده ويسرق حاجة لما يكبر شوية الحاجات دي كلها مهمة جدا للصحة نفسية سوية لطفل حضرتك علشان خاطر لما يكبر شوية انتي تبقى صحتك كويسة انك مش خايفة عليه ما يقصرش عليك نفسيا اصل ولد بيعمل البنت بتسوي وانا مش عارف اعمل ايه دكتور ما هو من زرعة حصد هي الفكرة كلها ده الهدف من البرنامج ان انا اوصل لحضرتك ايه هي الاسس الصحيحة اللي احنا المفروض نعلمها للاطفال عشان خاطر يتمتعوا بصحة جسدية ونفسية سوية طبعا في ناس كتير الحقيقة يعني ما قدرتش توصل لنا من خلال البرنامج دلوقتي يقدروا يخشوا على صفحتي على الفيسبوك صفحة الدكتور وليد عنوان الصفحة دكتور وليدة بالفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان عليها رقم التليفون وعليها التواصل هيبقى ازاي اللي مقدرش يوصل لنا ان شاء الله يوصل لنا عن طريق الفيسبوك استنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنتكلم عن حاجة جديدة هنعلمها لولادنا عشان يطلعوا بصحة نفسية سوية ان شاء الله استنوني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تحياتي دكتور وليد ابو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان اتمنى نكون استفدنا ان شاء الله ونكمل استفادة ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة